اشتركوا في القناة مع حل امتحانات المحافظات على هيئة مراجعات نهائية ليلة الامتحان ان شاء الله طبعا لما بنحل امتحانات كتيرة الاسئلة بتتكرر ومعنى الاسئلة بتتكرر يعني انك انت كده بتراجع مراجعة مهمة جدا هنبدأ بمحافظة الغربية وسؤال من نوع اكمل ما يأتي وحدة قياس الحجوم هي سنتيمتر مكعب بينما وحدة قياس الكتلة هي الجرام العنصر السائل الذي يتركب جزيءه من زرة واحدة هو الزئبك بينما العنصر السائل الذي يتركب جزيءه من زرتين هو البروم ينتقل الالكترون من مستوى طاقته الى مستوى طاقة اعلى منه عندما يكتسب مقدارا من الطاقة يسمى الكم او الكوانتم وهو يساوي الفرق في الطاقة بين المستويين او منقول فرق الطاقة بين المستويين نقطة المقدرة على باس لشغل اللي هي الطاقة وتقاس بوحدة الجول ينتقل الطيار الكهراوي في العمود البسيط من لوح النحاس بس المفروض هنا يقول في السلك لو قال في السلك اقول له من لوح النحاس الى لوح الخرصين من السديات عديمة المدرع والكسلان ما المقصود بكل من السراخص هي عبارة عن نباتات ارضية صغيرة تتكاثر بالجرسيم علم التصنيف هو احد فروع علم الاحياء الذي يبحث اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية ويضع المتشابه منها في مجموعات حسب نظام معين لتيسير دراستها اذكر اهمية واحدة سبيكة النيكل كروم تستخدم في صنع ملفات التسخين الكترونات مستوى الطاقة الخارجي نستدل منها على النشاط الكيميائي للعنصر عند تعيين كسافة قطع من الحديد وجد ان كتلتها 78 جرام عتيك الكتلة هي موجودة ودعت في مخبار مدرج يحتوي على 100 سنتيمتر مكعب من المياه فارتفع سطح الماء الى 110 سنتيمتر مكعب احسب كسافة الحديد عشان نحل المسألة دي لازم نبقى فاهمين حاجة انا لما يكون عايز اجيب الكسافة اللي هي مثلا اختصارها سيه بتساوي خارج قسمة الكتلة اللي هي كاف على الحجم اللي هو حا والكسافة وحدتها جرام لكل سنتيمتر مكعب طيب انا في المسألة عطيلك الكتلة 78 لكن الحجم مش عطهولك لكن عطيلك مخبار مدرج وقلتلك ان المخبار المدرج بيحتوي على 100 سنتيمتر مكعب من المياه وبعدين لما حطيت الحديدة ارتفعت المياه لمية وعشرة في ناس كتير اوه هيقول ايوه ما احنا لو طرحنا المية وعشرة نقص المية هنجيب حجم الحديد الحتة الزيادة يبقى هنقول كده حجم الحديد هيساوي ايه يا جماعة هيساوي المية وعشرة نقص المية هتساوي عشرة سنتيمتر مكعب خلاص انا جبت الحجم عوض بيه بقى في المسألة هروح ايله الكسافة اللي هي سي بتساوي عطيك الكتلة في المسألة 78 جرام وانت لسه مطلع الحجم هو اللحمر ده بالعشرة يبقى هتطلع ايه 7.8 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب وكده المسألة تحلت السؤال الثاني من نوع عل اللي ما يأتي تصنع عواني الطاهي من الالمونيوم ومقابدها من الخشب او البلاستيك نقوله لان الالمونيوم جيد التوصيل للحرارة والخشب رديء التوصيل للحرارة اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه في كوب به ماء لفترة من الزمن لوجود مسافات بينية يملأ المستوى K بالالكترونيات قبل المستوى L لان المستوى K اقل في الطاقة من المستوى L الطاقة الشمسية من افضل انواع الطاقات لانها نظيفة ورخيصة وغير ملوسة للبيئة ما معنى قولنا ان كسافة الالمونيوم 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب هنقوله كده ان كتلة 1 سنتيمتر مكعب من الالمونيوم بتساوي 2.7 جرام يعني ايه العدد الكتلة الكالسيوم 40 يعني مجموعة اعداد البروتونات والنيترونات بيساوي 40 اذكر فرق واحد بين العنصر والمركب العنصر زراته متمثلة او متشابهة اما المركب زراته مختلفة العنصر هو ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحللها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة اما المركب هو ناتج اتحاد زرتين او اكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة الالكترونات شحنتها سالبة البروتونات شحنتها موجبة الالكترونات تدور حول النواة البروتونات موجودة داخل النواة فرق بين نبات الزرة والفول نبات الزرة من ذات الفلقة الواحدة اما نبات الفول من ذات الفلقتين ونكمل مع بعض امتحنى واكتب المصطلح العلم الدل على كل عبارة من العبارات الاتية الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه والاجابة هي طاقة الوضع حيوانات لفقرية تتميز بوجود ارجل مفصلية المفصليات الفراغات الموجودة بين جزيئات المادة المسافات البينية درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية درجة الغليان محاكاة بعض الكائنات الحية للظروف البيئية السائدة المماتنة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة الى اخرى قانون بقاء الطاقة السؤال رقم بيه بيقول زرة عنصر فيها مستوى الطاقة ام يحتوى على اثنين الكترون وتحتوي نواتها على اثناشر نيترون احسب العدد الزري انا دلوقتي لما اقول لك ان المستوى ام في اثنين اعمل النواة بتاعتك واعمل المستوى الاول كي والتاني ال والتالت اللي هو الام ادي الكي و ادي ال ال و ادي الام هو بيقول لك الام في اثنين طيب احنا لا يمكن نحط اثنين في الام الا اذا كان الكي تمالى بثنين و ال ال اثنين اثنين يعني لو كأنها عمارة كده فيها ثلاث دوار ماينفعش اسكن الدور الاخير لما كون مسكن اللي قبل منه يبقى لما اقول لك الاخير فيه اتنين اعرف ان اللي قبل منه مليان يبقى كده العدد الزري جمحهم يطلعوا كام اتناشر نكمل السؤال عايز العدد الكتلي بيقول لك عدد النيترونات اتناشر طب العدد الكتلي بيساوي ايه بيساوي عدد البروتونات اللي برا دولت اللي هو العدد الزري اللي هو بيساوي عدد البروتونات اللي جوه زائد عدد الناترونات اللي عطاهالك ب12 هيطلع العدد الكتلي 24 وده طبعا الماغنيسيوم عدد مستوىات الطاقة المشغولة بالالكترونات بص كده كم مستوى طاقة ادي الكي واحد والالتنين والام تلاتة يبقى ثلاث مستويات للطاقة اذكر مثال واحد لكل من كائن حي وحيد الخلية عندك الاميبة عندك البراميسيوم عندك اليوجلينا حيوان تنتهي قدمه بخف سميك مفلطح وهو الجمل السؤال الرابع ده علامة صحة او علامة خطأ يمكن التمييز بين العطر والنشادر عن طريق الرائحة والاجابة صحيحة المركبة تكون من اتحاد زرات عنصر واحد والاجابة خطأ طاقة وضع البندول عند اعلى نقطة يصل اليها تساوي صفر والاجابة خطأ الفول والبازلاء من النباتات ذات الفلقتين والاجابة صحيحة والبازلاء يعني البسلة تتميز التحالب الى جزور وسيكان واوراق والاجابة خاطئة لانها لا تتميز افراز السم في بعض السعابين تكيف وظيفي والاجابة صحيحة لان اي حاجة فيها افراز هيبقى تكيف وظيفي اكتب الرمز الكيميائي للعناصر الاتية الالمونيوم AL الماغنيسيوم MG السوديوم NA الكالسيوم CA ماذا يحدث في الحالات الاتية وضع قطعة من الحديد معرضة للهواء الجو الرطب لفترة من الزمن تصدق وتتآكل ملامسة جسم ساخن لاخر بارد تنتقل الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد حتى يتساوى كل منهما وضع قطرة حبر في الماء ينتشر لون الحبر لان جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة انشاء شبكات التليفون المحمول بالقرب من المنشآت بتسبب تلوث كهرومغناطيسي خطير جدا على الصحة وبكذا نكون حلنا مع بعض الامتحان دوا وانتظرونا في امتحانات اخرى كتير واحنا مع بعض النهاردة في المراجعات طول اليوم ان شاء الله كان معكم معلم خبير محمد علي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته